نتانياهو واعي أنه بس تخلص الحرب هو الأرجح بده يترك الحكم ويمكن يقاضى وينتهى بالعبس فعنده مصلحة أنه دهل الحرب مستمرة بايدن خسر كتير وفي الانتخابات قريباً طلعت معارضة قوية بأميركا ضد الرئيس بايدن لأن الصوت العربي عنده أهمية خاصة بميشيغن بسوينغ ستايتس تقريباً 80% من الرأي العام الإسرائيلي قطع السئة بلين يمين نتانياهو أولاً أدركوا الإسرائيليين كلهم أنه منهم بأمان بحاجة لدعم أميركي ما بيقدروا يعيشوا لحالهم بس يدركون أنه ما فيهم يغضوا النظر عن رأي العالم فيهم وهيدي الإسلاموفوبيا والخطر يلي هم بيصير على العرب بأميركا أكتر وأهم من يلي صار من بعد 9-11 السؤال أنه كيف بدون يتعاطوا مع هالموضوع ده حيصير فيه نظام جديد بشرق الأوسط الدول العربية إلى دور كبير لازم يكون إلى دور كبير يعني آخر مرة نعقد اجتماع كانت تقريباً متفرن حاجة ناطرين الأميركيين يحلوا المشكلة ما هيحلوها لا لازم العرب يكونوا مع الفلسطينيين يكونوا عندهم موقف قوي كيستعملوا مالهم نفوزهم قوتهم في ثلاث خيارة في خيار الدولتاك وفي حل الدولة الوحدة وفي الحل اللي هني كانوا تطرحينه اللي هو حل اللا دولة كيف الدولتين فيها تصبر؟ الإسرائيلية ما بحايتهم احترموا الحدود ما احترموا حدود الـ 67 إيه إذا تطبق شو بيعموا بالسطرة؟ الإسرائيلية قدروا يهجروا مليون ومتائر ألف فلسطيني بظرف يومين معلشي بيقدروا يزيحوش كمية ألف إسرائيلي وهلأ السؤال بالأسابيع المقبلة إنه شو بيضي يحصل؟ وكمتو سردي أنا معين جابر أنا مديا عزولي اليوم سردتنا مع بول سالم يحلق ني يحلق ني ما يترك دبي ويرجع واشنطن دي سي بول هو رئيس معهد شر الأوسط الـ Middle East Institute هو كاتب وباحث سياسي بيتخصص بالشؤون الدولية والإقليمية بالشر الأوسط رح نحكي عن عدة موضيع أول موضوع كتير مهم هو شو الفرق بين الهدنة الإنسانية الـ Humanitarian Pause والـ Ceasefire وقفت لأنروا ليش هلأ الدول عم تتردد تستعمل هيدا الكلمة الشهيرة كمان رح نحكي عن حل الدولتين الـ Two State Solution رح نتعمى بهيدا الحل رح نحكي عن تيريخ هذا الحل وإذا عم يطرح هلأ على الطاولة لأنه رح نحكي عن كل السيناريو لدولة شو رح يصير من بعد ما تخلص هيدا الحرب على غزة رح نحكي كمان هيدا النزام الجديد بشرق الأوسط وكمان دور الدول العربية اليوم وشو التأثير يلي عم بيصير بغزة عامريكا وخاصة عبايدن شو رح يصير بايدن بإنتخابات الجاية هيدا نصوت العربية صار اللوتيل بس أبدا نبلش من نشكر أكيد كل الباترونس تابعونا اللي عم بيساهموا بسرده بلايكم ما في شي اسمه سرده هذي يعني وإذا بدكم نساهموا patreon.com slash sardayafterdinner غيرتكون عدة تيرز في سرده سيركل في سرده سوسايتي وفي سرده سكوات وبتلع لكم اكسلوزيف كونتنت وبتلع لكم بولز وعدة تصاص وعد فري كونتنت وعد فري كونتنت بنا نشكر متل ما نعمل بكل حلقة خمسة بيترون so thank you لرمزي جبور جوانا مفاوي بول شعيا سامر فوزلي thank you so much وحنا فخولي thank you sanna وتعفو كماشو لازم تعملوا وما تنسوا تعملوا like and subscribe على هيد الفيديو لأن احنا عم نحكي عن موضية كتير حساسة والalgorithم بركي ما يساعدنا أبدا وع كل المنصات مثل spotify apple podcast العامي وgoogle podcast كل شي وين ما كان وين بتلاقي وإذا بدكم تشتروا تي شيرت لاتحطوا تحت الهودي لأنو فلاشيت الشاتوية sadaafterdinner.com هوني بتلاقون دكتور بو سالم أهلا وسهلا فيك بسادي عفدنا شكرا معين وشكرا مدية ولكم توسادي نحن منح لحقنا لك لأنه أنت لفترة أسيرة كنت جيت على على الإمارات وكمان رايح على السعودية بس رح ترجع بعدين على واجنطن دي سي مزبوط ميري بالمنطقة كنت عم شارك بمؤتمر بمتحف المستقبل بدبي وبعدين شاب بدي شارك شوي بقمة التغير المناخي COP28 بعدين على السعودية شوي الدوحة شوي وبعدين رجع شوي على بيروت وإن شاء الله بعدين واشنطن أعتيك العافية بس نعرف عنك حضرتك أنت رئيس معهد شاء الله الأوساط المليئيس انستوت أنت كاتب وباحة السياسة متخصص بالشؤون الدولية والإقليمية بالشر الأوسط مزبوط وليوم أنا نحكيك عن عدة مواضية خاصة أكيد شوان بيسير بإسرائيل وفلسطين لبنان وكل الدول المجاورة أول سؤال كان من أنا نسأله خاصه بال لا أعرف كيف يسميه الهدن الإنساني الهيومانيتاريين بوز وكمان وقفة لقنار السيسفير بس طلعت شوية كونتكست لا أعرف هدي سياسة التسمية عم تلعب دور لأن الكلمات بلعب دور ما هيك أنه لاجة أو نازح سيسفير وقفة لقنار أو هدن الإنساني يعني عندهم أبعاد بالسياسات الخارجية عندهم أبعاد بمصير الشعب كما هو كمان الشخص بينه وبين حاله في تاريخ كامل للهدن الإنساني والسيسفير في تاريخ وكمان بدنا نشوف وين رح نوصل لبعضين رح نجارب نشوف لما بعرف أكيدين من يلي رح يصير بالمستقبل فنحنا اليوم عم نسجل اليوم منددو نهار زيادة عن هالهدنة سيبع يوم سيبع يوم ومش عارفين رح يكملوا ما رح يكملوا فليوم إذن نحكي عن اليوم شو الفرق بين اثنين يعني أولا يعني أولا شكرا أن تستضيفوني بهذا البودكاست خلينا نحكي شوية بس هيك عن الإطار اللي عم يحصل فيه كل هالأمر يعني أنه اللي عم يحصل بغزة بحجم يعني يقارب بحجم النكبة الأساسية اللي حصل بـ 48 بحجم التهجير اللي حاصل مليون وميتين ألف بالنكبة كانوا مهجرين ايه كانوا سبعمائة ألف الرقم أعلى بكتير أعداد الناس اللي لحديث الآن أحصى أنه ماتوا في ناس يمكن أكتر ماتوا بعد ما عرفنا أنه فعلا توفوا 14-15 ألف كمان رقم عم بيزيدوا أكبر من كل الأرقم من 48 لليوم وضمن عمليا ردة فعل ومخطط أو حرب إسرائيلية عم يتم قيادتها من اليمين الإسرائيلي المتطرف يلي غايته قبل ما نحكي عن هدني أو وقف طلاق نار أقل لهم ما يقال أنه يعني هجروا جزء نصف غزة تطهير عرقي تطهير عرقي تدمير غزة الشمالية تقريبا بشكل كامل تتكون أرض نومانزلاند يعني ويحشروا كل المليونين و200 أو 300 ألف فلسطيني بغزة الجنوبية وهون السؤال الكبير هل في يعني مرحلة تانية أن الحرب بدأت طال غزة الجنوبية شو مصير الفلسطينيين الموجودين هناك يعني عم يحصل فعلا يعني جريمة تاريخية وكارثة إنسانية كبيرة وكبيرة كتير هلأ إطار ما يسمى الهدن الإنسانية وموضوع الوقف إطلاق نار يعود إلى الموقف الإسرائيلي الذي دعمته أمريكا ودعمه الرئيس بايدن بأول مصار هجوم حماس بقلب إسرائيل إسرائيل أعلنت أنه الهدف هو يعني القضاء على حماس بشكل كامل الرئيس بايدن وضع أمريكا بموقف مؤيد لهالهدف بشكل عام وهذا يلي عم يخلق اليوم التناقض بين موضوع هدن إنسانية حماية المدنيين قدر المستطاع تجنيبهم مزيد من القتل والتشريد والهدف الآخر يلي تبنى الرئيس بايدن هو القضاء على حماس كليا يلي بيتطلب عمال عسكرية إضافية التسميات كان ممكن يسموها إشياء مختلفة بس أكيد مرتبطة ومرتبطة بشكل واضح بالمعتقلين المحتجزين اللي قدرت حماس تاخدهم وإلا إسرائيل ما كانت بقبلت بولا هدن إنسانية ولا بوز يعني من أي شكل وعم تقبل بهذه الهدن لأنه في ضغط بداخل إسرائيل من عائلات المحتجزين ومن يدعم موقفهم إنه إسرائيل يجب أن تعطي أولوية لإخلاق سبيل المعتقلين مش كله فقط أعمال حربية فالرئيس نتنياهو عم يجر يوفق بين يعطي هدن مؤقتة ويشيل عدد من المحتجزين وبنفس الوقت يلاقي طريقة يكمل بالمشروع الحرب تابعه ونكون واضحين إنه الشخصين اللي عم نحكي عنه الرئيس نتنياهو ورئيس بايدن إنه رجال سياسي منتخبين عندهم حسابات سياسية نتنياهو وعي إنه بس تخلص الحرب هو الأرجح بده يترك الحكم ويمكن يقاضى وينتهى بالحبس فعنده مصلحة إنه دل الحرب مستمرة الرئيس بايدن بأول يعني بعد 7 أكتوبر كان مرتاح سياسيا بموقفه ولكن طلعت معارضة قوية وملفتة بأمريكا من قبل الشباب اليسار العرب المسلمين السود بلاك لايفز ماتر اللي عم تاخد مواقف كتير قوية ضد الرئيس بايدن كلنا اتضمنوا مع بعض نحكي نحكي عنا بعدين إذا أودك فنحن اليوم أمام يمكن تمديد جزء إلى للهدنة الإنسانية طالما فيه إخلاق سبيل محتجزين من الجهتين ولكن حسب إسرائيل وحسب حتى الموقف الأميركي لحد اليوم أو موقف الرئيس بايدن أنه مش مستعدين يحكوا بوقف إطلاق نار نهائي لأنه بعدهم مصرين على الهدف اللي أعلنوا بأول هالمرحلة القضاء على حماس كليا بشو معنات القضاء على حماس ما هي عم نعكس يعني المواقف لحد اليوم كتام بتقول أنه نيتانياو أكيد ما رح رح يبطل بالحكومة بس عم بتقول أنه رح ينتهب الحبس شو أصداد؟ يعني مش أكيد بس رح يتحاكم يعني رح يتحاكم في قطر كبير إنه إذا ظاهر أن الحكم ممكن يتحاكم بس هو أصلا ما بيضيط من الحكم بيضل يعني مترقص كله بيمدد لحاله بطريقة أخرى هلا الكنيسة بيقدر يعني الحكومة والتحالف يلي شكلوا ميشينت يصير هو رئيس حكومة اعتمد على هذا اليمين المتطرف جدا يلي أول مرة بيصال على الحكم لأنه ما حدا بيتحالف معه لأنتانياو فما بيستبعد يعني بيزارف شهرين شهر شهرين ثلاثة إما بعمل من الكنسة أو بمطالبة بانتخابات إسرائيلية جديدة إنه نتانياو ما يعود رئيس حكومة إسرائيل لو بيكون في شخص جديد ويمكن خيارات جديدة ما بعرف تعتبي اليوم إنه عم بيكون هو هالأد عنيف لأنه عارف إنه راح يتير إنه ما عنده شي يخسره ما عنده شي يخسره بقى في عدة يعني اعتبارات أولا مثل ما قلت يعني ما في شي يخسره في شي يكسبه في شي يكسبه إنه إذا طلع بين هلالين منتصر بيقدر يقول أنا انتصرت بدنا كمان نكون وعيين إنه نتانياو تحمل مسئولية الخرق الكبير اللي عملته حماس بقلب إسرائيل وأكبر خسار لإسرائيل من منذ أنشاعة وهو كان دايما يقول أنا اللي بيحمي إسرائيل وأنا الأبضاي وأنا اللي ما هنالك فعنده دافست صار كتير كبير عم يجرب يعوده ومش هو لوحده الجيش الإسرائيلي وقيادة الجيش كمان يعني تبهدلت بشكل كارثي اللي ما كانت موجودة ولا بأول الهجوم ولا بعد يعني ساعتين ولا بعد يومين فهن كمان عندهم شراسة طي عودوا سمعتهم بقلب إسرائيل والمخابرات الإسرائيلية كمان فيعني المنظومة العسكرية المخابراتية والقيادية الإسرائيلية كلها ضررت عندها تضررت وعم تجرب أتعود إذا جازت تعبير بتزيد إلى ذلك قسم كبير من الرأي العام الإسرائيلي اللي انصدم يعني بالأمور اللي حصلت بسبعة أكتوبر هو كمان عم يطالب بأعمال عسكرية وبدمار وكذا في أجواء صاخبة بقسم كبير للرأي العام الإسرائيلي كمان فكل هالعوامل عم بتجيش هالشراسة اللي عم نشوفها من قبل إسرائيل أو لك نتانياهو ضعف يعني بالنسبة للزخم الشعب اللي كان عنده من قبل ولا هلأ عم بيقوى لأنه صار في تبادل الأسرة صار في يعني عم بيصار رجع المحتجزين يعني تنكون علميين بدنا يمكن ننطر شوي استطلاعات الرأي بس كان مبين أنه تقريبا 80% من الرأي العام الإسرائيلي قطع السقة بين يمين نتانياهو حكومته عمل تحالف جديد يمكن مع الوسط الإسرائيلي وبمبادرات جديدة بس بعتقد لا مكسور يعني وما بعتقد في مجال أنه يرجع يعود الزعام اللي كان عنده يهلي أصلا كانت شبه مفقودة ما ننسى أنه قبل هجوم 7 أكبر إسرائيل كانت بتقريبا حربالية وهو كان فريق يعني أساسي وفي جزء كبير أصلا الإسرائيلية كانوا انتهوا من نتنياهو وكان مشبس هو باليمين المتطرف نحكي عن الهدنة والوقف في طلق نار فيه أكيد تاريخ بيحكي أنه مثلا في حرب 91 في حرب الخليج كان في وقف طلق نار وصارت نهاية الحرب بجزائر بـ 62 وبكوريا بكوريا بس ما مجلس سليم بالحرب ما هذا السؤال يعني هل هل بركة هادي الهدن الانتسانية رح هتمهد للطريق أنه يكون فيه سلام أو رح يكون فيه شيء إيجاب رح يطلع منه ولا بس عم بيستعملوا هذا الوقت أو هادي الهدن المؤقتة كرمال ما بعرف يشترجوا على إسراء وبعدين بيزنس بيرجعوا وبيبرش القتلوا يمين شمال يعني لازم نطلع يمكن على مسارين أو على جبهتين إذا جاز التعبير فيه موضوع غزة بحد ذات أو شو بدي يصير بغزة وفيه موضوع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني العام المسار الدبلوماسي إذا بيرجع يعود مع الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية هذا يعني الإطار الأعام وكمان على كلمة الهدني يعني أصلا العلاقة بين حماس وإسرائيل علاقة صار لها 16-17 سنة كان الرئيس بغزة لأنه وهو كان عم ينسق مع قطر تيموله بغزة نوعا ما يريح حماس وكان معتبر نتنياهو والعسكر والمخابرات معتبرين أنه عندهم تفاهم مع حماس وبالنسبة لحماس يعني حماس كمان كانت تقول أنه فيت بهدني مؤقتة بس طويلة الأمد مع إسرائيل وكان معتبر نتنياهو أنه حماس خصم مفيد لأله أهم شيء بالنسبة له أنه بيقسم الفريق الفلسطيني إلى قسمين إذن ما في جهة فلسطينية إذن بيضعف الفلسطينيين بيخليهم مقصومين بين غزة والضفة وثانيا لأنه حماس متطرفي وما بتعترف مثل القصيين بحق إسرائيل بالوجود ومسار الدولتين بأنه ما بتعترف بهالأمور مثل ما نتنياهو واليمين ما بيعترفوا بمسار الدولتين بيناسبون هالشيء توقت أمريكا أو المجتمع الدولي أو العرب بيقولوا لهم لازم تحكم مع الفلسطينيين وتلاقوا مخرج بيقولوا والله نحنا ياريت بس في حماس وهو دي جماعة كتير صعبين وأبو مازن الضعيف وحماس الأقوى فهذا جزء من الصدمة اللي حصلت بإسرائيل لأنه كانوا معتبرين أنه عندهم تفاهم مع حماس وفاجأتهم حماس أنه لا ما عندهم هذا التفاهم هلأ السؤال بالأسابيع المقبلة أنه شو بده يحصل من جهة في الهدف المعلن من قبل إسرائيل واللي لحد يت اليوم أيدته إدارة بايدن أو الرئيس بايدن يلي أنه بدهم يدلهم مستمرين للقضاء على حماس هلأ بغزة الشمالية يعني لقوا عدد كبير أنه لغنفاق قتل كثير من مخاتلي حماس يمكن بعض القيادات وهني عم بيقولوا أنه بعد هالهدنة الإنسانية بدهم يرجعوا يستمروا بأعمال عسكرية في أولا معركة مدينة غزة نفسها وبعدين فيه يمكن أعمال عسكرية بغزة الجنوبية في قلق كبير بمصر أكيد عند الفلسطينيين كمان بدول خليج أنه كيف بعد مجزرة وكارثة غزة الشمالية إذن تقلت الأعمال العسكرية لغزة الجنوبية في مليونين ومثال ألف نسمة ومنطقة ديئة جدا محصولين كيف بدها تحصل في خطر وفي هم كبير ولكن يبدو أنه إسرائيل مصممي أنه تكمل الآن السيناريوات المحتملة أنا برأيي أول سيناريو أنه هو والأخطر أنه دل مستمرة إسرائيل بهالشراسي وبعدم اكتراس أنه نقتل قتل ١٢٠٠ ألف وكذا هذا السيناريو ويتم تدمير قسم كبير من غزة الجنوبية مثل ما تم تدمير غزة الشمالية ويعني شو بيصير بالحرام يعني المدنيين بمدن خيام أو ما خيام يعني فعلا بيصيروا مهجرين بالمعنى الأقصى للكلمة هذا السيناريو اللي أكتر شي خطير وسلبي ولكن إسرائيل تبدو وبعدها ماشي بهالخط سيناريو تاني أنه بتوصل إسرائيل لمرحلة وتحت ضغوط أمريكية ودولية وعربية وغيره يمكن تصال لمرحلة تقول كفا أنه والله يعني ردينا كفاية عملنا كفاية أتلنا عدد كذا من مقاتلي حماس يمكن بيكونوا أتلوا بعض القيادات بيقدر يدعوا مثل ما أمريكا نوعا ما أتدعت أنه أتلوا أسامة بن لادن وخلص خلصنا وربحنا خلصت المعركة علما أنه لقاعدة كان بكل مكان وداعش وبعرف شو فممكن يعني إسرائيل وبيضغط يمكن أمريكا تلاقي وقت تقول أنه أوكي حققنا معظم أهدافنا يعني بدون ما ننسى أنه حماس رح يكون بعد عنده عدد كبير من المعتقلين الإسرائيليين ما رح تفلتهم كلهم قبل ما تاخد شي هي فممكن أنه صال بعد أسابيع بعد شهر شهرين ما بعرف إلى نقطة حيث ساعته موضوع وقف إطلاق نار فعلي بيصير معقول وجدي تبادل كامل للأسرة والمعتقلين وبيستاتيكو جديد اللي هو إسرائيل موجود بأسم كبير بغزة الغزاويين والمهجرين اللي أصلا كانوا بغزة محصورين بجزء صغير وساعتها بينفتح موضوع طيب شو بدون ينعمل بغزة وهون يعني نتانيه عم بيقول الجيش الإسرائيلي بده يبقى بس الجيش الإسرائيلي ما بيقدر يبقى مدية طويلة عم ينفتح أحاديث مع المصريين مع القطريين مع العرب أنه بركب ينعمل طريقة لإدارة غزة بركب يرجع السلطة الفلسطينية يعني بتفوت عمرحلة أخرى من ما بعد الحرب بس مثل ما قالت يعني إذا عملت زوم آوت مثل ما بيقوله في الموضوع الأهم يلي هو الإطار يلي هو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وطرح موضوع عودة إلى مفاوضات جدية بين الإسرائيلية والفلسطينية بمشاركة عربية وأمريكية لإحياء خيار الدولتين الدولة الفلسطينية والدولة الإسرائيلية فينا نحكي إذا فينا ندعم عن هذا الكونسيبت أنه كتير بيتداول هذا الحقي أنه حل الدولتين فيك تحكينا كيف بلشت الفكرة وإذا هذا الشي هذا الأوبشن بعضه احتمال يعني هي الفكرة قديمة لأنه يعني فكرة يعني أنه في شعبين في فلسطيني وفي إسرائيليين ما بدون يعيشوا بدولة وحدة الفلسطينيين بدون دولتهم الإسرائيلية اليهود خاصة بدون دولتهم يعني منذ يعني بدك تقول أواخر السبعينات ثمانينات وقتها ياسر عرفات وحركة فتح فاتت بالمسار الدبلوماسي بعد ما تركوا لبنان ومرحل يعني بعد 82 بلشوا يفكروا بالتسوية السياسية والتسوية السياسية تطرح أوتوماتيك لموضوع الدولتين موضوع الدولتين تم في محاولات بمؤتمر بدريد بعد حرب الخليج الأولى انتفاق أوزلو ب93 كمحاولة لبداية مصار نحو المحاولات بس عمليا إسرائيل أو الحكومات المتتالية الإسرائيلية اللي كانت معظمة يمينية عمليا كانت بدت تقطع الطريق على احتمال أي دولة فلسطينية فمتل ما ذكرنا من 2006-2007 دعموا مشروع حماس بغزة قسموا غزة عن الضفة فشلوا مشروع أوزلو ومشروع السلطة الفلسطينية دلهم يضيقوا عليهم ويصعبوا عليهم وأطلقوا أو أسرعوا بعمليات الاستيطان بالضفة الغربية وزرعوها بخارطة هدف الخارطة الاستيطان أنه تمنع جغرافيا أو تصعب جغرافيا من إمكانية تخيل دولة فلسطينية أو جزء دولة فلسطينية على الضفة الغربية فعمليا يعني قبل 7 أكتوبر كان مشروع الدولتين قد مات وتوفى ودفن والإسرائيلية ونتجاهه يقول ما في داعي للموضوع الإسرائيل ماشي حالا نحن وغزة متفقين الضفة والسلطة الفلسطينية عم ينسوا معنا أوكي من وقت لوقت حماس يعني بيبعته صاروخ صاروخين ماشي الحال في الـ Iron Dome ماشي الضريبة يعني لابد منها بس محمولة والاستيطان والاحتلال الإسرائيلي بالضفة ماشي حاله أوكي بيصير يعني مشاكل من حين إلى آخر بس وين ما يصير مشاكل كنترول ونظام الأبارتايد يعني ماشي الأبارتايد يعني تمييز عنصري مقونا منظم وماشي يعني مثل ما بأفرية الجنوبية كان عن فترة طويلة الأبارتايد ماشي لو لا لولا لولا الحركة الناجحة وبعدين سلماندلا ف 11 7 أكتوبر كسرت هالسيناريو الإسرائيلي أصلا أنه هالمشروع اللي هو يمكن تسميه أنه في حل الدولتين يعني شو الخيارات في ثلاث خيارات في خيار الدولتين دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية اللي بتسميهم كون فدرالية فدرالية بتلاقيهم شي صيغة بس حل الدولتين في حل تاني اللي الفلسطيني كتير عم يحكوا فيه حل الدولة وحدة طيب ما حتعطونا دولتنا فوتونا الدولتكن بس بالتساوي بالموازية ونفس الحقوق ومننتخب ومنعمل خلينا كلنا متل ما كان في يهود وعرب بفلسطين قبل نشوء إسرائيل فليكن فلسطيني ويهود وغيره بس بدولة حيث حقوقنا نفس الحقوق إلا أنت نكون واضحين الفلسطيني اللي عايشين هونيك الفلسطيني اللي عايشين هونيك ما عندن ذات الحقوق ما عندن ذات الحقوق مواطنين درجة تانية ثالثة حقوق بس تكون واضحين إنو حقوقن أفضل بكتير من المحتل بالضفة أو التحت اللي محاصر بغزة إنو العرب الإسرائيليين حقوقن أكيد أعلى بكتير من تحت الاحتلال وأوطى من اليهود الإسرائيلي هدا أمر ويهدي بس في حل الدولتين في حل الدولة الواحدة يلي اليهود الإسرائيلية بيرفضوه إنو بيقولون نحن بدنا دولة يهودية بدنا دولتنا اليهودية فهن يرفضين الأرض الموعودة والأرض الموعودة والتاريخ وكذا وفي الحل اللي هن كانوا طرحينه اللي هو حل اللا دولة أو حل الدولة يعني حل اللا دولة إنو لا الفلسطينية لا بيطلع لكم دولة ولا بيطلع لكم ونحن نقعد عليكم ونحن قوية وإنتوا ضعاف ودبروا رأسكم هذا فقعة بسبعة أكتوبر ما بقى ماشي في سؤال كبير أنه الرأي العام الإسرائيلي بعد هالمخاض بعد ردة الفعل بعدنا ما في شهرين عن اللي حصل مثل ما أمريكا بعد 11 سبتبر أخذت وقت تيروقوا ويفكروا بس منطقيا في ضغط على التفكير الستراتيجي الإسرائيلي والتفكير السياسي أنه الخطة القديمة ما بقى ماشي وما رح تمشي فشو بنا نعمل هني يعني تفكروا كإسرائيلي وهون بيرجع بينطرح إمكانية موضوع التحريك الأمر اللي كان ميت ومدفون اللي هو مشروع الدولتين يرجع يعني يعيشوا ويرجع يمشي أمريكا حكد ورئيس بايدن قال لا بدنا نرجع نمشي نحنا بمشروع الدولتين نتنياهو رفض لحد ديتها بس السؤال إنه كيف دولتين فيها تثبت يعني إذا هذا الحل لما نعرف إنه الإسرائيلي ما بحايتهم نحترموا الحدود السلتلرز عم بيروحوا وين ما كان كيف بيعملوا إذا تطبق هذا الحل شو بيعملوا بالسلتلرز بيشلوهم من وين كانوا كيف بتصير بين غزة والضفف يتحركوا يروحوا كيف رح تتطبق يعني أولا لابد من نشوء دولتين لأنه ما في خيار آخر لا للإسرائيلية ولا للفلسطينية ولا العرب وكلنا عندنا مصلحة أولا للفلسطينية إنه يصير عندهم دولة بعد كل اللي تعزلوا إلا ما بحايتنا إنه دولة فلسطينية يعني بيقولوا السلطة الفلسطينية لما بدون يحكوا عنها هي سلطة ما كان إلى سيادة وما إلى يعني إمكانات يعني مصلحة فلسطينية مصلحتنا نحنا اللي بدنا ندعم الفلسطينية بدنا ندعمهم لشو هيك للعواطف وسوشال ميديا وكذا لا بدنا نوصلهم تيكون عندهم دولتهم يعيشوا بأمان وازدهار ويكون عندهم حياة يعيشوا بعد كل الاحتلال والحصار هذا مش ممكن يحصل إلا ضمن إطار ما يسمى الدولتين اللي بدوا يحصل بعملية تفاوضية معقدة جدا مزبوط ولكن ضرورية لأنه ضرورية إذن ممكنة يعني يخذيك من هالمنطلع ضرورية إذن أي تعقيدات وكذا يجب مواجهتها وإجادة إلى حلول وانترى حدت يعني مشاريع بالماضي هلأ بموضوع الاستيطان وغيره لا شك إنه أي مشروع دولتين بدوا يعني يزيل أو يشيل قسم كبير من المستوطنات وهذا سيعود للإسرائيلية والفلسطينية بس إنه بمفاوضات سابقة كان في سيناريوات إنه مثلا بيشيل له هالجزء اللي موجود بخريطة يعني بمنطقة كتير مثلا حساسة أو بعيدة بيبقوا بعض المستوطنات اللي يمكن قريبة على حدودهم بيعطوا أرض من إسرائيل لفلسطين كتعوي يعني فيه أكيد كلام ولكن إذا الإسرائيلية يقدروا يهجروا مليون ومثال ألف فلسطيني بظرف يومين معلشي بيقدروا إذا أصدوا يزيحوش كمية ألف إسرائيل ومقابل تعوضات ومباني وبيوت يعني مش إنه حيتهجروا هالجمع بالعكس سيعيشوا أرجح حياة كريمة جدا ولكن من مكان آخر الحركة الاستيطانية بإسرائيل هي حركة سياسية بس انضربت كتير كمية أنا عم شوف على مواقع تواصل الاجتماع في كتير تغريدات أو في كتير حالة عم تحط أنه هنما بعم بيحس أنه بأمان وبدو بمركة ما يكونوا على حدود أو ما يكونوا بيقول الأماكن اللي كانوا محل الاستيطان يعني ما بقف هذا ما بديقول شغف بس ما بفي هيدا الإيرادة اللي كانت موجودة من قبل لأينا خلاص هذا بالحدود القريبة عغزة بس أكيد المستوطنين بتضفة وما حكينا عن القتل اللي عم يحصل بالضفة الغربية من قبل المستوطنين وعم يدعمون عم تدعمون هذي يعني مجزاء من الحكومة اليمينية المتطرفة ونقتل لحدة هلأ مية وخمسين يمكن ما عندي الرقم الأخير أنه في مقارنة مزلة أكبر بكتير بغزة بس تنرجع للموضوع أنه لابد من تعديل خريطة الاستيطان الحركة الاستيطانية بإسرائيل هي عمليا حركة سياسية ممثلة ببعض الأحزاب المتطرفة بقلب إسرائيل من هون برجع أقول أنه سيعود يعني بعد اللي حصل التفكير استراتيجي والتفكير السياسي العام بإسرائيل بده يرجع يفكر طيب شو المشروع كيف بدنا نأمن هني بدنا نفكر كيف بدنا نأمنه أمن إسرائيل واستقرار إسرائيل وإزدهار إسرائيل الفكرة القديمة أنه والله الاحتلال ماشي والحصار ماشي ولا شو نتعذب تبين أنه لا مش ماشي ويعني شكل عليهم خطر مميت ما في حماية فبنطلعوا بمشروع جديد ما في مشروع يعني إذا كان واحد عم يفكر منطقيا إلا التفكير بحل الدولتين ونعم يطبق بدوا إرادة بدوا إرادة إسرائيلية بدوا إرادة عربية بدوا إرادة أمريكية بدوا إرادة فلسطينية وأكيد مسار شوية معقد بس ما في شي مستحيل بس ثانية قبل مكافية هذه السردة حابينا بس نذكركم شغلة صغيرة إذا بدكم تساهموا بسردة فيكن تروحوا على patreon.com سلاش سردة أفل دونر شوفوا شوان التيرز بالخمسة دولار عشر دولار وخمسة وعشرين إذا بدكم تكونوا بسردة سوسائتي سردة سكواد أو سردة سيركل وإذا بدكم تدعموا كمان أكثر نحنا معنا ميناء أبدا معنا ميناء so patreon.com سلاش سردة أفل دونر ونحكي كمان عن دول مجاورة نحن قلنا أنه صار في يعني صار في immigration طبيعي العريضة بغزة بالنسبة لمصر والأردن شو تدعية هذه الحرب عليهم هنالجيو سياسيان شو حيصير فيهم برأيك يعني أولا مصر والأردن تنينتهم دول أصلا وضعوا الاقتصادي والاجتماعي صعب ودقيق قبل كل قصة غزة وامور غزة وضعوا السياسي كان أصلا حرج مصر وضعوا الاقتصادي كارثي حتى قبل اللي حصل قدمين على انتخابات شهر الجاي بمصر منا مريحة كتير لرئيس السيسي وهلأ بيجي موضوع غزة وحرب إسرائيل بغزة اللي عنده عدة يعني ارتدادات على مصر أولا في الرأي العام المصري اللي متعاطف مع فلسطين اللي مستاء من التنسيق المصري القديم مع إسرائيل على حصار غزة وكذا فهذا تحدي سياسي وأمن كبير للنظام بمصر تانيا في دغوطات دغوطات إسرائيلية أكيد إسرائيل ما حكينا أنه كان تمنيها تمنيها أنه تكب هالمليونين ومئتين أهل تكبهم بسينة وخلي المصاروي والعرب يدبروا راسهم يعني يمكن مقدر لمصر ولكن موقف صعب أنه تمنع هالشيء لأنه من جهة ما بدا يعني تعطي هالخيار لإسرائيل لأنه إذا تركوا ما حيرجعوا بنفس الوقت هؤلاء جماعة محاصرين وتحت الأصف وتحت المجاعة يعني أرار كتير كتير صعب بالنسبة لأكيد لمصر وثالثا في الإغراء المالي أنه أكيد في كتير دول اللي ممكن عم تعرض على مصر أنه معلش يخدوه شوية فلسطينية وإنتو عندكم وضع اقتصادي مندعمكم شوية منعطيكم سامعينا هالخبرية من قبل هاي هالخبرية من الواضح أنه مصر ما فاتت بهالمشروع لأنه متل ما قالنا يعني مصر صار لسنين عم بتعاني من مشاكل بشمال سينة ومش قادرة تضبط الوضع بشمال سينة ومنظمات متطرفة جزء مننا متحالف مع حماس جزء مننا عنده علاقات مع إيران فهندهم مشاكل أمنية أصلا طي رجع يفوتوا جزء يعني غير المشكلة الإنسانية في مشكلة أمنية من نسبة لهم لحد دي تهلأ ما صارت بس مصر أكيد تحت ضغط هائل بنفس الوقت مصر لاعب أساسي بالتفاوض اللي عم يحصل مثل قطر يعني قطر ومصر تنينة عم يلعبو دور مهم بالهدن الإنسانية بأي كلام عن وقف إطلاق نار هن اللي بدون يكونوا عم يفاوضوا من جهة إسرائيل ومن جهة حماس أنه هن من جوا وعندهم علاقات مع حماس تنينة من زمان بالتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة فمصر وقطر عم يلعبو دور ديبلوماسي كتير كتير مهم الأردن يعني أكيد تقليديا الأردن إسرائيل بدأت تكب أهل الضفة أصلا كبت أسم كبير الفلسطينية على الأردن وتقريبا نص أهل أردن من أصول فلسطينية وأكيد اليمين الإسرائيلي بيحب أنه يكب أسم كبير من أهل الضفة يحطهم بالأردن ويرجعوا لخيار أن الأردن هي فلسطين فأكيد أردن تحت ضغط كبير جدا ولكن لحد يتحديث هلأ أتنين أنهم هديين يلي عم بيصير رح يصير فيه نظام جديد بشرق الأوسط يعني عم نشوف البلدين العربية متفقين كان فيه بـ 11 نوفمبر السمت الأراب وإسلامي بغض النظر إذا كانت فعالة ولا لا أنه فيه تضامن عربي بهذا ما كان موجود من قبل هلأد بهايك قوة يعني أولا ما بنعرف تمام كيف هالحرب مش فقط كيف تنتهي بس شو بده تنتج سياسيا أو ديبلوماسيا أو اتفاقات إقليمية أو دولية جديدة هدي بعضه علامة استفهام فهو بده نفوت بسيناريوات فيه سيناريو يمكن اللي بيفضله اليمين اليمين الإسرائيلي أنه بيبطشوا بغزة بيدمروا بيعملوا وبيكسروا بمرحلة ما بيعلنوا أنه والله كفاء ونحن حققنا اللي بدنا ييه يمكن تبقى حماس بس ضعيفة ومحاصرة ما قادرة تعمل كتير المدنيين محصورين بجنوب غزة أرض نومانز لاند الجيش الإسرائيلي بي ويمكن إسرائيل تبقى على الموقف إذن نحن إيه هيك عملنا روحوا يعني ما بيقولوا بلط البحر بلط البحر بتكون تعملوا ساعتها بتصور مش أنه بيصير تغيير إقليمي كبير بيعطيق الدول اللي كانت فاتت باتفاقات ما يسمى الاتفاقات الإبراهامية ممكن تبقى على الاتفاقات بس ما بتنمى كتير ما بتفوت السعودية يعني منفوت بجمود بالأخص بما تعلق بالعلاقات العربية الإسرائيلية التضامن العربي والإسلامي ما يعني ما بعول عليه كتير إنه أوكي قمي وبيطلعوا بقمي مين فيها فيها بشار الأسد إنه مش التضامن الفعلي فما كتير بعطيها أهمية مواضح إنه دول الخليج عندها مشاريع وعندها أفاقها وكذا ومصر عندها همومة المغرب عايشة بغير ديني في دول منهارة مثل اليمن وسوريا وتقريبا لبنان يعني الوضع العربي أصلا غير الوضع الخليجي اللي هو تقريبا هيك قوي وواضح ومعروف شو هو ما فيها التضامن وما فيها المشروع المشترك هيدا السيناري في سيناريو تاني اللي شوي لمحنا عليه مثل ما عم تطرح الولايات المتحدة ومثل ما عم تطرح الدول العربية إنه لا يجب علينا مباشرة الدخول بمفاوضات دولية إقليمية مفاوضات سلام مثل مدريد أيام بعد حرب الخليج الأولى ونرجع نحط على الطاولة مشروع الدولتين وندعم السلطة الفلسطينية ونلاقي حل هالقضية بشكل كبير هذا إذا إذا مشي هالقطار بهذا الاتجاه أكيد بيغير نوعا ما الخريطة الإقليمية بشكل إيجابي إنه بسي في فعلا حكي جدي عن سلام ودولتين ما بنعرف لهم بيوصلوا بس بيكون في حراك إيجابي ويمكن بيتم دعم السلطة الفلسطينية في حكي إنه يتشكل حكومة تكنوكرات للسلطة الفلسطينية على نموجة نوعا ما حكومة سلام فياد اللي كانت موجودة لحد 2013 اللي حققت كتير وكان سيطة قوي وعندها مصدقية يمكن يتشكل شي شبيه وبيبقى الرئيس أبو مازن مثل رئيس فخري وكذا بس ما بقى عنده صلطائية أو شي بده فريق جديد وفي دول عربية عم تحكي عن هيك خيار ساعة السلطة الفلسطينية يمكن تلعب دور بغزة بعد الحرب تلعب دور فعال أكتر بتضفي وتكون شريك فعلي بمفاوضات سلام جديدة هالشي أكيد بيطلب تغيير بإسرائيل يعني بدي يفل نتنياهو بدي تجي بدي يفل لليمين وتتشكل حكومة جديدة رئيس حكومة جديدة والنعم أنا مستعد أرجع أحكي بمسار السياسي أحبك كيف هؤلاء الأمور ما كانوا ينلفزوا من قبل وهلأ تغيرت المعدة كلها على بعضها كنت عم بتذكر كيف أنه في بركة مش أنه في احتمال بس كيف الإسرائيلي عم بيقولوا بركة نحطهم بمصر أو نكبهم بالأردن على أساس أنهو العرب أنه خلص خليني العرب يضامون مع بعض ونبتركها مثل ما هي أحسن تسمع خطابات أنه كل دولة تأخذ لها 20 ألف 30 ألف 50 ألف وبيمشي الحال وبيمشي الحال هذه عنصرية بقيت بشكل عام فيه كمان إذا فينا نجح نزوم إن على لبنان في كتير حكة عم بيدور كمان على سوشيال ميديا وكمان من رفقاتنا يعني نحن معرفة كانوا شرسين وكانوا ضد حزب الله سياسيا بس عم بيشوفوا شو عم بيصير على الحدود عم بيشوفوا أنه صار فيه فوق المية أطلة على حدود إن كانوا مقاومين صحفيين أو مدنيين كانوا ضد سياسة حزب الله بس هلأ عم بيلاحظوا أو هني عم بيقولوا أنه الكائن الوحيد اللي فيه يحمي لبنان من إسرائيل هو حزب الله أنت شو تعتقدت هلأ موقف حزب الله وشو دوره بكلها المعادلة يعني أنا أولا كلبناني بحط الأولوية للدولة اللبنانية والسيادي اللبنانية وحرية قرار اللبنانيين ضمن مؤسساتهم السياسية من ضمن هالمنطلق أنا يعني غير مؤيد لأي جسم داخل لبنان عنده سيادي مستقلة عن دولة اللبنانية أو إرادة الشعب اللبناني حسب ما يعبر عنه بالمؤسسات الدستورية اللبنانية هذا موقف مبدئي ومش عاطفة ضد أو مع بك تبني دولي بدك تبني دولي من القواعد الأساسية تانيا أنا ضد أنه يكون في أي يعني أكيد جسم سيادي غير الدولة اللبنانية بس بالأخص جسم اللي عمليا يقول علنا أنا يعني بيخد أوامر من إيران من الجمهورية الإسلامية بإيران وعندي أنا سراتيجيتي وعندي علاقاتي كمان أنا كلبناني بقول يعني بدون زيادة عواطف هذا ما بيمشي يعني ضد هالشيه هلأ هذا موقف نجي على التحليل ما في شك حزب الله ضمن يعني الترسين الإيراني اللي منتشرة بمنطقتنا وأنا كتير بجتمع مع إيراني ومسؤولين وإني واضحين بالنسبة لهم إني بيقولوا أخي نحن دولتنا بإيران مهددين من أمريكا وإسرائيل ما عنا إمكانات أمريكا وإسرائيل ما عنا حاملات طائرات وما عنا بوارج وكذا فعم نبني حاملات طائرات إذا بدك برية عنا واحدة اسمها حزب الله صافينا حد إسرائيل عنا واحدة اسمها الحسين صافينا على اليمن وعلى البحر الحمار يعني أنه يحن هذه الورقة موجودة وفينا نحن نصرفها إيه مش فأي ردع إيه إذا بيتشكل خطر وجودة إيه يعني وتهديد على حليف أمريكا الأساسي اللي هو إسرائيل وتهديد على بصالح أمريكية بالمنطقة فبالنسبة للإيرانية الستراتيجية واضحة يعني هيدا يعني مصلحة إيرانية بالنسبة لهم دفاعية بيسموها يعني دفاع متقدم أنه بيحطوا قواتهم بلبنان بغزة بصمعة بالشام وبالعراق تيدلهم هديين الأمريكان الأسرائيدي حسب منظورهم الستراتيجي ضمن هالمنظور مثل ما شفنا بحرب 2006 إيران ما كانت مسرورة أنه حزب الله يعني افتعل أو حصل حرب بين حزب الله وإسرائيل وانهدرت اسم كبير من هالترسان العسكرية الإيرانية مولوها وبنيوها وكذا بوقت إيران ما كان بحاجة ما كانت تحت تهديد معين يعني بنسبة إيرانيهم الردع لازم يبقى رادع بد يبقى موجود نفس الشي حسب ما نعرف من قد ما فينا يعني نسمع ونحكي الإيرانية ما كانوا راضيين عن اللي عملته حماس وما كانوا عارفين ما هيدعمون عسكريا وأحرجوا أحرجوا إيران بحاجة مقال من رويترز قال هذا الشي ما في عمل من داخل إذا المقال صحيح ولا كان شي ملفت إنه الإيرانيين ألونهم بصريح العبارة إنه نحنا مش معكم نحنا معكم بالمبدأ بشكل عام بس ما حنفوت معكم بهذه الحرب عم بيقول لأنه بها تد قيادة حماس عمد التوفين الأقصى بلا رضا النظام الإيراني أولا قيادة حماس يعني إسماعيل هنية وكذا يبدو مكين ما معهم خبر القيادة العسكرية سنوار وغيره يبدو هذي محضرينها بالسر ومنسقينا هذا حسب ما عم ينعرف من القطرية من السعودية من غير ناس بس ترجع أقول ونرجع على لبنان إنه بالنسبة لإيران تبين إنه حتى بهذه الظروف القاسية بغزة أكيد حميت الجبهة اللبنانية الإسرائيلية ولكن من فتحت جبهة تانية رغم إنه الجبهة التانية كانت هددت إسرائيل بشكل كبير وكبير جدا يعني الإسرائيلية كانوا مرعوبين إنه الحزب وإيران يفتح جبهة تانية من لبنان فالحزب فعال من هالناحية ولكن واضح إنه هددون إنه لا هلأ مش وقت إنه نفتح يعني جبهة تانية مع إسرائيل ما في حاجة بالنسبة لإيران ما ننسى إنه إيران كانت بفايتة بمرحلة تهدئة عملت اتفاقية مع السعودية عملت اتفاقية مع الأمريكان حرروا المحتجزين الأمريكان كانوا وبعدهم باتفاق مع الأمريكان إنه بيصدروا تقريبا مليونين برميل نفط بنهار بيغضد نظر أمريكية فإنه ليش هلأ تيفتعلوا مشكلة فبعتقد ضمن هالسية عمليا يعني الحزب وكذا مطلوب منه إنه أوكي ندفل تسعيد لتخفيف الكذا وللرأي العام إنه والله نحن عامل وعمل قاتل بس عمليا ما فتحوا جبهة تانية هلأ أمريكا هلأ هاليومين أمريكا عم تجع بتضغط على لبنان لا يكون لا ينتقبوا رئيس جمهورية لا يقدر الدولة اللبنانية تقدر بعدين تتفاوض بالمستقبل بيلي رح يصير بالمنطقة هلأ الوضع ما فيه كفه لا ما فيه كفه لأنه بعدين ما تكون عنا كلام كلمة سوري بالحالة كنا عم نحكي عن عن إسرائيل وفلسطين عن لبنان عن المنطقة زي ما نوسع شوي ونروح عامريكا من صارنا صارنا فترة عم نقرأ بالجرائب The Economist وصار في عدة بولز استطلاعات استطلاعات عم بيقولوا أنه بايدن خسر كتير كتير وفي الانتخابات قريبا هذا وصلت الانتخابات كل شي عم بيداور حوالي الانتخابات انتخابات مصر انتخابات إسرائيل أمريكا إلا البنان ما في انتخابات في لدريان من من أربع سنين العرب بأمريكا كانوا وعند العرب ما في انتخابات معلش كمان كان فيه من أربع سنين 59% من العرب اللي عايشين بأمريكا كانوا مع بايدن هلا عم نشوف الأرقام صاروا بس 17 فانت بتعتبي اليوم رح يصير فيه التغيير أو ما رح يصير في التغيير لأنه في كتير ناس كمان عم بيقولوا شو ما يصير أحسن نكمل نسوت لبيدن لديموكراة ومش ريبوبليكن لأنه شوي أرحم بين اللي سي والأسوأ شو رح يصير بالانتخابات يعني أولا واضح جدا مثل ما قلتي أنه بايدن خسر بشكل مهم أعداد مهمة باستطلاعات الرأي والإدارة رئيس بايدن وكل إدارته مدركين لهذا الخبر وعملين شوية بانك يعني على الموضوع وعم يعدوا اجتماعات مع مجموعة عربية وإسلامية وفلسطينية لأنه واعيين أنه في مشكلة لأنه الصوت العربي عنده أهمية خاصة بمشيغن بسوينغ ستايت لأنه بالنهاية الانتخابات الأمريكية بتنحسن بثلاث أربع وليات عمليا وفي تنين مثل ما ذكرته ميشيغن في ناخبين عرب كتير وبأوهايو في ناخبين أوهايو ومشيغن رباحهم بايدن بشعش تلاف صوت يعني ما حدا يعني مثل الانتخابات بكسروين أو هالقد الأرقام صغيرة بهالبلد كبير فما في شك أنه خالق يعني شوية بانك بالإدارة وهالشي مهم لأنه بيفسر وبيضغط على الرئيس بايدن أولا يحكي واشتغل على الهدن الإنسانية عم بيبلش يفكر ويحكي أنه بدنا نوصال على على حل الدولتين وأنه أنا بدي افتح مشروع ديبلوماسي كبير فهالضغط العم يحصل مفيد وضروري أنه يستمر لأنه بيعطي نتيجة بالنهاية لأنه بالنهاية هذا إنسان بدي يخضع الانتخابات هلأ الانتخابات بعدها يعني بتفصلنا عن الانتخابات 11 شهر فهملنا مش بكرة يعني وبالسياسي 11 شهر مدي طويلة وأنا بتوقع أو يعني بتوقع وبتأمل أنه بهال 3-4 شهر لآدمين بعد ما تقاف الحرب بغزي وبدأ تقاف يوما ما وإسرائيل ما فيها تدلة معبئة شهر ولا شهر الاقتصاد الإسرائيلي ما بيحمل الشعب الإسرائيلي ما بيحمل بلد صغير بالنهاية بعد ما توصل هالحرب الكارثية إلى خواتيمها أكيد بدي يكون في مبادرة سياسية وأكيد بايدن بدي يقول أنا بدي أعمل مؤتمر دولي وبدي إجمع وبدي إحكي وبتصور بهال مبادرة الدبلوماسية اللي لابد بدي يقوم فيها يمكن تفشل بس بدي يقوم فيها مثل ما عامل بوش بمدريد بوش الأب بمؤتمر مدريد بتصور بيتأمل أنه بيرجع بيكسب أنه أنا أنا عم بشتغل لدولة فلسطينية فاللعبة السياسية بعد فيها أشواط قبل ما تنحسن وما بنعرف شو بيصير هو عمره 81 سنة ترامب عمره 77 سنة ترامب عنده كذا محكمة كمان بتواجه فبعد فيه مخاض طويل من الانتخابات بنوفمبر سنتجي نارك نعم نشوف أنه في 4.5 مليون عربي زمن الثلطان بأمريكا وفي 7 مليون يهود يعني في أكيد في الأكترية هونيك بس صار في خلص عم بلعبوا الدور باعتادت جدة وكمل يقرر مصير انتخابات أمريكا واليهود من قصومين مقصومين بمواقفهم تجاه نتنياهو وهذه الحرب وخواتيمها وحل الدولتين ف نحن شفنا الجوج Voices for Peace كانوا راحوا على Grand Central Station وقفوا وكل شيء كانوا عم بتسموا وعم بيقولوا كمان Not in my name مش بإسمي وفيتوا على Capitol هذا الشيء وبالجامعات ومجموعات يهودي عم تتحرك في مجموعتين يعني أكيد في طيارين عند اليهود بس في تنوع مش كلهم بلوك واحد في تنوع بس ما معرف يعني نحن كمان عم نشوف في شراسة اتجاه الفلسطينية عم نشوفه بأمريكا يعني كان في ولد عمره وست سنين إذا ما رضي اسمه ودي عرفيومي طعن 26 مرة من جاره كان عم بيقوله You Muslims must die وهلأ كمان في ثلاث فلسطيني كلهم عمره عشرين سنة من Brown University من هيفر فورد من Trinity College تحسين أحمد كنان عبد الحميد هشام وارتاني تقوصوا ببرلينجتون برمونت ببرلينجتون برمونت ضيعة كتير هادي وريئة ولا أروح من هيك كيف ترى هذه الشراسر ستصبح ستصبح مثل 9-11 أريد أن أزيد عليك خاصة كما تقرب الكوريان التعناسيونال مقال يقول أن هذه الإسلاموفوبيا والخطر الذي يحدث على العرب في أمريكا أكثر وأهم من الذي حدث من بعد 9-11 لم يجب أن نرى هذا في أمريكا كيف يجب أن يعلج هذا يعني جزء منه هو تغير البيئة الإعلامية والسياسية بأمريكا بشكل عام يعني السعود السوشال ميديا التطرف بكل يعني بتشوف يسار متطرف يمين متطرف عنصريين متطرفين لأنه بيئة التواصل السوشال الميديا اللي كانت 3-4 تلفزيونات بالزمان صفها كل واحد عنده مجموعته وعنده تطرفه سعود اليمين المتطرف بأمريكا من قبل ترامب وغيره وصعود اليمين متطرف بأوروبا اللي له أسباب معقدة وكتير فالبيئة بشكل عام بأوروبا وأمريكا ويمكن محلات تانية مثلا عم نحكي عن هود صفها يعني البيئة الاجتماعية والسياسية أولا مجزأة كتير وفيها كل الألوان من أقصى التطرف إلى المعتدل إلى التطرف من ناحية تانية فوقت أنا اليوم بنظر إلى يعني الوضع بأمريكا في من جهة شراسي وتطرف يمكن أكتر من 11 أيلول 11 أيلول كانت ببيئة ما كان في سوشيال ميديا ولا كان في دونالد ترامب ما كان شي منه كان في حزب جمهوري كويس ومرتب وحزب ديمقراطي وسطي مرتب الإعلام كان مضبوط فالأمور كانت منضبوطة اليوم كله غير مضبوط بس أنا اللي بيلفتني بأمريكا اليوم هو شيء آخر هو اللي حكينا عنه شوي الصعود اليسار الشبابي التحالف الكبير بين بلاك لايفز ماتر واليسار وبرني ساندرز والعرب والفلسطينيين وكذا بيوج يعني بمواقف شرسة من إسرائيل اللي أمر كان تبوه بأمريكا ما حدا بيقدر يحكي كلمة عن إسرائيل لا من اليمين لا لا اليسار وكذا كان كلهم لا إسرائيل والمحرقة معقدي وما بننفوذ فيها كمان يعني كمان معقدي وما بلازم ناخد موقف يعني حتى بعد اللي صار بسبعة أكتوبر اللي كان كيرسي ومجزرة وإلى ما هناك ضغري تصوى بالموضوع على شو عم تعمل إسرائيل وبيدعم أمريكي وناطن ماي نيم وكل هالأمور هيدا بالنسبة لي الأجد بأمريكا وهيدا الأجد بالحزب الديمقراطي الحزب الديمقراطي تقليديا كان سهلت كله مع إسرائيل ما كان فيها الموقع كان حزب الجمهوري عادتان قديما هو يعني رانود ريجن اختلف هو بيجن من حرب 82 جورج بوش القاب وقف القروض لإسرائيل بمرحلة معينة كانوا الجمهوريين مستقلين أكتر لأنه كانوا مش من المدن الكبيرة كانوا من تاكسس ومناطق والريف كان عندهم علاقات نفطية مع العرب غير أبروش اليوم شوية تغيرت الصورة الديمقراطيين اليسار الديمقراطي صفا عم ياخد مواقف مهمة مع الفلسطيني وحقوقهم وضد اليمين الإسرائيلي تنكون واضحين ومعتبرين وهو دي مثل يعني الكوكلاكس كلان وهو دي عنصريين مش معقول يعني ففي شراسي بكل الاتجاهات تفكيت عم تحكي عن هذا التضامن بين بلاك لايفز ماتر واليسار الديمقراطي وكمان ذكرت التلفزيونيات من قبل بعتاد التلفزيونيات مثل فوكس نيوز سي أن آن سي بي سي وكل هولة يعني خلص كان عندهم أجندا معين العالم كانت توصل على أخبارها من قبل هول المحطات بس إذا العالم كانت تحضرون كلهم هلأ كانوا نزلوا تظاهروا بس كانوا تظاهروا كرمية إسرائيل بس ما صار هيدا الشي بالعكس العالم نزلت كرمية في فلسطين بمئات الألوف حتى بالمليون خلت مئة ألف بواشنطن خلت مئة ألف بواشنطن مليون بلندن يعني عن جهة تغيرت المعادلة هذا دليل على كيف أواشي بعتدد اللاجسي ميديا المينسري ميديا راح دوره أو خلص دوره بن ناحية عن بيعطوا الأخبار أو بدون يغيروا الفورمات بدون يغيروا كيف بيتعاملوا مع هايك أمور وبتشوف بتشوف كمان إنه الشباب مع التضامن مع فلسطين والأكبر بالعمر هني أكتر مع إسرائيل هذا بيبين كمان بال بيبين مين بيحضر تلفزيون ما كي شباب تحضر تلفزيون بيقول لهم هندي علبة غريبة شو بتعمل تشغسين لحات ناتفليكس علي أو نلعب جيم يعني هيك شي تخير اللي بيحضر هوا دي سي بي أسو سي هوا دي الكبار بالعمر يعني وفوكس نيوز يعني أفريج أيج سبعين يمكن ما بعرف أديش يعني هوا دي اللي بيعدوا بيصرخوا ببيوتهم بس أنا كمان اللي بيصوتوا ولا كاميرا راح يكون هذا شي إسرائيل واسع جدا بأمريكا يعني ما أنه فقط بينحصر وكمان ما نكبر كتير الصحو اللي صارت بمجموعة محصورة بالنهاية أنت في يسار شباب بلاك لايفز ماتر اللي بيأسروا بالمدن تحديدا انتخابيا التأثير تقريبا يعني حكينا شوي بولايتان مشيجين وهايو لأنه انتخابات قريبة بس إجمالا المدن أصلا بتصوت مع الديمقراطيين فإذا تغير مواقفها وكذا ما كتير بتغير بين الديمقراطيين والجمهوريين بس بتحط بتحط ضغط على بايدن ضمن الحزب الديمقراطي أنه يعدل مواقفه شوي هذي فايدتها من ضمن الحزب بس يعني بعده التأييد لإسرائيل مزروع من عقود بعده قوي كتير الحركة المسيحية بأمريكا مع إسرائيل تعتبرها هذي شيء مشروع صهيون تورات مؤدلجين يعني دود الساميين يعني كنا عم نحكي كمان مع زياد ماجد هو اللي كل حركات اليمين المتطرف بالعالم عم بيضامنوا مع إسرائيل لأنه إفنجالكوز بدهم اليهود يكونوا بعض برات أمريكا أو ما يكونوا على إراضيون يتقاتلوا مع العرب وخليونه نيك إذا بدن نرجع كمان على هيد الرأي العام بالعالم إسرائيل يصير يعني أولا بأعتقد أن نكون وعيين أنه ما في جسم واحد اسمه إسرائيل يعني إسرائيل مجتمع سياسي أكيد معقد وهو كتير يعني طواقف ومجموعات غير أكيد في عرب بس عم نحكي عن اليهود الإسرائيليين وفيه الأورثودوكس يلي ما بيخدموا في الجيش واللي عندهم امتيازات كبيرة فيه حركة المستوطنين يلي متطرفين جدا فيه ما تبقى من اليسار الأديم فيه وسطيين ومتل ما ذكرنا قبل سبعة أكتوبر يعني يمكن الهجوم وحد الإسرائيلية لمرحلة معينة بس الإسرائيلية منقص مين بشكل عميء جدا على مصيرهم ووضعهم الداخلي سياستهم بشكل عام أنا بعول عليها الشي لأنه اللي حصل بدوا يجعلهم يفكروا ويلاقوا سياسيا قيادات جديدة مقاربات جديدة فما في شي واحد اسمه إنه إسرائيل يعني شو بتعمل إسرائيل شو بتفكر كيف الإسرائيليين بيتعاطوا مع هالأضايا فأوكي إذا انطلقنا من هون فيه واقع اللي عم تتوص فيه بعدة أمور هلأ بآخر سبعة أسابيع أولا أدركوا الإسرائيليين كلهم إنه منهم بأمان كانوا معتبرين إنه هني بلد أقوى بلد بالمنطقة وما حش ما في شي ديمقراطية وحيدة وغير الديمقراطية الوحيدة بس إنه هني أقوى وما حدا بيطالهم أوكي حماس صاروخين من وقت لوات حزب الله درون من وقت لوات تبين إنه أمنيا معرضين مية بالمية تانيا تبين إنه بحاجة لدعم أميركي ما بيقدروا يعيشوا لحالهم كانوا معتبرين سابق إنه خلص تخرجوا كبروا تخرجوا تخرجوا تصاروا بسن الرشد ما بقى بحاجة بحاجة هيك ميسة إنه للأميركيين إنه عندهم جيش شنو يا لطيف وتبين إنه لا بحاجة لبرجات أمريكية وسلاح أميركي ودعم أميركي و14 مليار دولار بفرد ضربي فهني كمان هلا أدركوا إنه هني لحالهم ما فيهم وبدون يراعوا أميركا وأكيد أميركا كمان تتغير شي بايدن شي ترامب وكذا بس هذا شي مهم ومن هون وقتا بتطرح السؤال هل انقسام بالرأي حول إسرائيل بأميركا وبأوروبا لأنه بحاجة لأوروبا أقل ما هني بحاجة لأميركا بس يدركون إنه ما فيهم يغضوا النظر عن رأي العالم فيهم لأنه أدركوا إنه وضعهم منه سليم فالسؤال إنه كيف بدون يتعاطوا مع هالموضوع أنا بتأمل إنه يتعاطوا عقلانيا ويقولوا إنه لا لازم نلاقي طريقة أحسن من الحرب الدائمة والاحتلال الدائم وهالأمور اللي لا عم يزبط ولا وعم ينفر العالم منها بس هذا مخاطب بدنا نشوفه ضمن الجسم السياسي الإسرائيلي كيف بدون نتعاطوا معهم خاصة إنه سوري اغترعوا الهزبرة بهزبرة بـ 48 لأنه عارفين كتير مني إنه لازم يبيضوا سورتهم للغرب فهلا شوي سودت سورتهم يعني عم فكر أنا بالمظاهرات اللي عم نشوفهم بس ما بعرف بهيك كثافة 300 ألف وحد بـ Washington مليون شخص بـ London ما بعرف أنت بتعتقدر إنه هؤل المظاهرات عن جد فيهم وغيروا شيء بالـ policy الأمريكي ولا رح تكون مثل ما صار بـ حرب فييتنام عشر سنين عم بتزاهر أو حرب العراق مظاهرات أكبر بكتير قبل ما فاتت أمريكا على العراق وفاتت أمريكا على العراق وصار اللي صار يعني من هيك أنا برجع يعني السيناريو اللي قدامنا اللي أرجح أنه رح تستمر هالحرب رغم المظاهرات اللي بدأت أحسار هلأ المظاهرات بالأخص بأمريكا والضغط بقلب الحزب الديمقراطي أهميته أنه بيأثر على رئيس الجمهورية اللي هو ديمقراطي اللي ممكن يحكي عن وقفة الأقنار ويمكن يوقف في الحرب يعني بدك تلحقها بالتفاصيل مش أنه والله نزل كذا واحد بلندن هيك كوني فكانت يعني بتغير الوضع وتأثيرها محدود مهم ولكن محدود ما بتقلب الأمور لحالة مثل ما شفنا بحرب العراق بدي أقول كمان أن الدول العربية إلى دور كبير لازم يكون إلى دور كبير يعني آخر مرة نعقد اجتماع مؤتمر مدريد واتفاق أوزلو الدول العربية كانت تقريبا متفرجة وتخليديا يعني دول عربية ودول خليج كانت تقول أنه نحنا نطلب من أماركا تحللنا هالمشكلة نطلب من أماركا تعالج إيران نطلب من أماركا تعالج إسرائيل ونحنا هاي مطاليبنا يا شبيب لأنه هاي ليستا بليز نفزولنا إياها ونحنا ساعة نمشي لأ بعتقدة عم بشعر اليوم ومطلوب اليوم أن الدول العربية اللي هي فاعلة بمنطقتها اللي هي عم تحل مشكلة بزيتها في مشكلة مع إيران بتحلها مع إيران في مشكلة مع إيران دوغان بتركيا بيحكوا معه في مشكلة مع إسرائيل بيحكوا معهن حاج ناطرين لأمريكان يحلوا المشكل ما هيحلوه لأمريكان المشكل فمطلوب من الدول العربية بعتقدة عم نشوف هالشي أنه هي يكون عندها مشروعة سياسية اللي بيأدي لدولة فلسطينية اللي هو يحل الدولتين يكون عندهم جرأة ديبلوماسية يكون عندهم حركة ديبلوماسية وسياسية ونوصل لحل هذه المشكلة مع دولة بالنهاية موجودة بالشرق الأوسط لإسرائيل شأن أم أبينها بالمستقبل المنظور يعني فبرأيي الدول العربية ما لازم تكون المتفرج أو المتلقي بشأن زور أو متلقي مثل ما كانت بأول مفاوضات مع إيران أنه أمريكا عم تتفاوض مع إيران والدول العربية خارج التفاوض ما بدنا أنه كمان أمريكا وإسرائيل يتفردوا بالفلسطينية أنه كل مرة الفلسطينية حرام يوصلوا منفردين يعني معزولين أمام إسرائيل الجبار وأمريكا الجبار ويتفاوضوا من موقع ضعف كبير لا لازم العرب يكونوا مع الفلسطينيين يكونوا عندهم موقف قوي تيدعموا الموقف الفلسطيني ويذللوا عواقب إذا في عواقب مع إسرائيل أو أمريكا يستعملوا مالهم نفوزهم قوتهم تيخدموا القضية الفلسطينية مش فقط قضية ببدأ أي مع أنه هي قضية بنفس الوقت بتريح المنطقة بتخلق ازدهار بتخلق يعني أمور إيجابية لدول الخليج للأردن لمصر يعني هي مهمة بحد ذاتها ومهمة كإفاكت على المنطقة فخلينا نعطيها الاهتمام اللي تستاهله أنا كمين شفنا وليل عهد محمد بن سمان عم بيحكي أنه بسرائيل لازم ترجع لحدود 1967 بعتقد لهذا الشي يعني حاسم ما كان ينحكى فيه من قبل بعتقد نحن على آخر البودكاست فيه سؤال نحن عادتا نسأله أنت كمين كونك موسيقى فعندك هالكريتف سبيرت هل أنت بتعتقد فيه أمل أنا بعتقد يعني بالمنظور الأوسع فيه أمل أنه انهيار المشروع الإسرائيلي اللي هو المشروع الاحتلال المفتوح والحصار إلى ما لا نهي اللي كان المشروع الإسرائيلي سأت هذا بيفتح احتمالات ممكن يفتح احتمال أسوأ تهجير وتهجير دي جاء اسمه كبير من غزة يمكن تهجير غيره يمكن سير تهجير مثل ما عم نشوف يعني بالضفة الغربية فيه السيناريو الأسوأ أنه المشروع القديم فرض بيجي شيء أسوأ منه فيه سيناريو تاني اللي فيه أمل أكتر أنه المشروع الأساسي اللي نهار ممكن يجي وراء منه مفاوضات سياسية وغيره وما ننسى أنه مثلا حرب العالمية التانية أفرزت الاتحاد الأوروبي حرب 73 أفرزت اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل وعودت سينا لمصر الانتفاضة الأولى وحرب الخليج الأولى أفرزت مؤتمر مدريد واتفاق أوزلو يعني الحروب دايما تخلط الوراق يمكن يطلعوا الوراق أسوأ يمكن يطلع أوراق إيجابيين أكتر أنا عندي شوية أمل أكتر أنه بهالظروف الدول العربية عندها أولا قوة أكتر بكتير ومال وسطوي أكتر بكتير من ما كان عندها بـ 91 و 92 وعندها جرأة أكتر بكتير ما بقى ناطرة أمريكا بالعكس أنا بدي أعمل فبتأمل أنه بوجود عربي أجرأ وأقوى وأفعل نقدر يمكن يعني نتقدم أكتر لأنه الأمريكان رح يدلون مترددين وما رح يقدروا يحسموا موضوعهم بالنسبة لإسرائيل فيعني يمكن هدي بعض مدعات الأمل عملياً أنا بقول وهون يعني بالجولات اللي أنا بقوم فيها وغير المهم شو بدنا نحاول نعمل ألا أنجحنا فش الله ما بعرف بس أن الدول العربية لازم يكون عندها مشروع جريء يعني ما ننسى تجربة مسلاً سيدات ممكن واحد معها أو ضدها بس عارف شو بده بدي سينا عمل يعني المستحيل أنكلو راح على إسرائيل وغير رأي العام الإسرائيلي وأخذ سينا وأخذ معاهد إسرائيل وكان هو يعني غايته إذا الفلسطيني الغاية أنه نوصل لهم دولة فلسطينية لهم لازم نعمل كل شي تنأمن لهم هالنتيجة اللي هي منيحة لقلهم ومنيحة للمنطقة بشكل عام واليوم الدول العربية ما بقنا قاصرة ففيها تفعل وفيها تتحرك وساعتها أميركا بتلحقها مش تكون هي القيادية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله طب للعام اللي بدأت لقيه كين بتروح على موقع تواصل اجتماعي على تويتر ما بحط كتير على تويتر بس شوي بول أندرسكور سالم يعني أندرسكور هالشحطة الواطن في الوебسايت اللي هو مي آي دوت إي دي يو كل شي بكتبوه بنشره أو اليوتيوب موجودين على موقعي أنا على الامي آي دوت إي دي يو كانت تلحلوة هذه سيدة مانا شكرا لا شكرا لكم شكرا مرسيك تي شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم